باب السماء كل ما قربت له قرب والدعوي سن منا من غير أمل تصعب باب السماء كل ما قربت له قرب والدعوي سن منا من غير أمل تصعب والقلب هو السماء إلا إيمان بالله وقصد كريم تلقى هو اللي بيقرب بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن ولاه مشاهدين الأكارم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم DMC في شهر رمضان المبارك سائلين المولى تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذا الشهر الكريم وأن يعيننا دائما على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم إننا نسألك العون والمدد يا رحيم يا رحمن اللهم أعن على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن وسائر الطاعات يا رحيم يا رحمن اللهم آمين آمين ورمضان شهر الأخلاق وأعظم شيء ربنا يحبه سبحانه وتعالى هو حسن الخلق وأثقل ما يوضع في الميزان سيدنا النبي علمنا كده تقوى الله وحسن الخلق وعلمنا يا حضرات إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم تخيل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق فبنأكد على معنى إنه رمضان شهر الأخلاق والصيام بيعلمنا الأخلاق وسيدنا النبي اللهم صلي عليه قال لنا فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب لما تبقى صايم لتزع ولتعل صوتك ولتلعن ولتشتم طيب فإن سابه أحد أو قاتله طب إحنا أنا مش أشتم ولا هتنرفز ولا هتعصب أبو واحد شتمني وأنا عم تقولوش حاجة فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم إذن الصيام أخلاق ورمضان مدرسة لتزكية النفس وتربية النفس عشان كده حابب النهاردة إن شاء الله وإحنا ما زلنا على أعتاب هذا الشهر الكريم نغتلم الفرصة ونبقى من الناس اللي النبي بيحبهم ونبقى من الناس اللي هيبقوا في جوار رسول الله يوم القيامة اللي هم مين إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا عشان كده نحتاجين في حص الخلق رقم واحد الأدب مع الله ومع رسول الله الدين أخلاق ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين أخبش عليكم أحيانا لوحد يفكر هي إمت إمت الناس هتبقى محترمة ومؤدبة حق الأدب عشان ما نغلطش في حد حق الأدب مع الله ومع رسول الله ده ربنا بقول في القرآن هي وما قدر الله حق قدره وبيقول لنا في صورة الفتح لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه الأدب عارف حضرتك من أجمل نعم الله على العبد إنه يبقى العبد ده مؤدب مهذب متربي اجعل من يراك يدعو لمن رباك يعني اللي يشوفك يقول إيه الله يكرم والديك الله يرحم والديك تسلم البطن اللي شالتك يا الله رحمة الله على ولدك اللي رباك اجعل من يراك يدعو لمن رباك شوف ربنا بيقول ليه لسيدنا إبراهيم ربنا بيقول ليه لسيدنا إبراهيم بيقول له يا إبراهيم حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مدخل الأبرار كارم الأخلاق يا حضرت بيسألوا العباس عم النبي شان نعرف يعني إيه الواحد يبقى مؤدب مع الله مؤدب مع رسول الله بيسألوا العباس عم النبي يا عباس أأنت أكبر أم رسول الله هو شبه النبي سؤال طبيعي أنت أكبر ولا هو العباس يرد يقول إيه يعلمنا الأدب مع رسول الله يقول رسول الله أكبر مني لكني ولدت قبل رسول الله يا أخي الناس دي مهذبة إزاي مؤدبة إزاي طيب النهاردة حتى يكون عندنا أدب مع الله نعظم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فبنقول للناس وإحنا لسه في أول رمضان يعملوا حساب لشهر رمضان رمضان شهر عظيم لحرمته نهار رمضان مهم جدا وبنبقى صايمين مش عارف ليه الناس بتتخيل إنه ليه الرمضان مش تبع رمضان يعني بالنهار تليقى صايم ومسك المصحف وبيقرى القرآن والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله صوته هادي ييجي المغرب يقزن تلاقي الزبون يبدأ ليه الرمضان بسجارة يا راجل ما قوله دليل رمضان دليل عظيم دليل رمضان في قيام في تهجد وفي طاعة لله سيدنا النبي بيقوله الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة الصيام بيبقى يمتى يا حضرات بالنهار فالصيام يجي يوم القيامة يقول لي يا رب أي ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه فيشفع القرآن بيقوله بقى ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع إذن إشارة إلى أنه صاحب القرآن وأهل القرآن كانوا بالليل بيقروا قرآن منعته النوم بالليل ليه بقى ما خلش بينام بالليل فتفرج على تلفزيون لا كان بيقرى قرآن إذن فبنقول للناس الأدب مع الله إن احنا نعظم حرمات الله إن احنا نعظم شعائر الله شهر رمضان شهر له حرمته الناس تقصر ما تعملش شهر تقبل على الخير يا باغي الخير أقبل ويا باغي شهر له لا شهر رمضان لا شهر رمضان مش بتاع شيش شهر رمضان مش بتاع صهرات وأغاني شهر رمضان مش بتاع إطلاق البصر يمين وشمال شهر رمضان شهر أخلاق شهر أدب شهر تزكية النفوس عشان كده القرآن لما قال كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عشان نزكي أنفسنا تعالوا نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نتعلم المؤمن يتعلم إزاي يبقى في أدب مع الله وفي أدب مع رسول الله بعد ذلك الفاصل بمشيئة الله ابقوا معنا أكرمكم الله اللهم صلي ومبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله مشاهدين الأكارم أجددوا لحضراتكم التحية صورة جميلة وعظيمة جدا جاءت في كتاب الله عز وجل صورة مدنية يعني نزلت بعد الهجرة في المدينة المنورة بتعلم المؤمن إزاي يبقى مؤدب في أدب مع الله ورسوله إزاي نعظم شعائر الله عز وجل إزاي نوقر سيدنا النبي إزاي نبقى عارفين الله جل جلاله إزاي لا يتجر أحد على حرمات الله ربنا يعلمنا في أول صورة الحجرات وده خطاب للمؤمنين لأن المؤمنين دول هم اللي بيتأدبوا بالآداب الإسلامية يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ليس بعد كلام الله كلام ربنا يؤمر أوامره تتنفذ قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم يبقى يغضوا من أبصارهم وقل المؤمنات يغضضنا من أبصارهم يبقى يغضضنا من أبصارهم لما يقول لي ولا تجسسوا يبقى ولا تجسسوا موضوع انتهى ما�ميش ودني أسمع الناس بتقول إيه لما يقول لي ولا يغدى بعضكم بعضا تبقى لغيبة حرام يبقى ما فيش مبرر يقولش بقى اصلا بفض فض ادخيني ايه يعني اه ما دردش مع واحد صاحب حرام لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث والقرآن يقول لي اجي تانبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثن يبقى ما خلاص نترك هذا الامر الاداب الادب وإلا اللي بيصوم والصيام ما بيأثرش فيه واللي بيقوم والقيام ما بيأثرش فيه ايه لزمة الصيام والقيام رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش ليه لانه هو صائم عن الطعام والشراب حلال وافطر على الحرام غيبة ونميمة وكذب واذى للناس طيب ورب قائم ليس له من قيامه الا الصهر والتعام هو ذا يبقى قيامه اذا رمضان مدرسة لتسكية النفس وتربية النفس اما انا للقلوب ان تخشع اما انا للعيون ان تدمع اما انا للاذان ان تسمع اما انا للاجساد ان تسجد وان تركع ربنا بيقول في القرآن صورة الحديد الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ما انشي الاوان ان الناس تعظم ربنا وتعظم شهر رمضان تسبيح واستغفار وصلع الحبيب النبي وتلاوة القرآن ومعاونة الناس واطعام الطعام وافشاء السلام وصلة الارحام وركعات والناس نيام ما انشي الاوان في ادب مع الله فقال لي لما ربنا يقول ما يتنقش لما النبي يقول ما ننقشوش لا تقدمه بيناد الله ورسل بعدها يقول لنا في ادب تاني مع سيدنا النبي مهم جدا وخطير في حديث في كتب الصحاح كاد الخيراني ان يهلك من الخيران ابو بكر وعمر ده النبي كان يقول عنهم ابو بكر وعمر السمع والبصر ابو بكر وعمر دول ودني اللي بسمع بيها وعين اللي بشوف بيها النبي حبهم قوي ده في حديث النبي ذكر عين عشر اسماء في الجنة ابو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة طالحة في الجنة زبير في الجنة سعد في الجنة عبد الرحمن في الجنة سعيد عدهم عشر أسماء في الجنة أولهم بوكره عمر كاد الخيراني أن يهلك ده كانوا هيهلكوا بوكره عمر ليه جي وفد للنبي عليه الصلاة والسلام قاعدوا مع سيدنا النبي وشرح لهم الإسلام وابعد نقموا مش شو منهم واحد اسمه الأقرع بن حابي الصحابي من صحابة النبي من القبيلة دي فأبو بكر بيقول إيه يا رسول الله استعمله على قومه يصل بيهم ويبقى إمام ليهم فعمر قال لا لا أنا شايفه مش مناسب يعني أنه أنه هو يبقى إمام على الناس دون أبوكر عمر بيدردشه مع بعض قدام النبي فارتفعت أصواتهم وهم بيقمعوا بعض فأبو بكر بقول أنا شايف أنه أقرع ابن حابس يبقى إمام على هؤلاء الناس النبي يستعمله على القبيلة بتاعته وعمر قال لا أنا شايف أنه مش الشخص المناسب فأم أبو بكر قال له عمر ما أردت إلا خلافي أنت بتخلفني عمر في الرأي فأم عمر قال له والله ما أردت خلافك فخلفك ليه يعني فارتفعت أصواتهم فنزل القرآن يتلى إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يا أبو بكر أنت وعمر إزاي صدقه يرتفع قدام النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وبكلم بكر وعمر بعدها عمر بن خطاب كان لا يتحدث مع الرسول إلا هم سنة يقول لك إيه حتى يستفهمه النبي النبي يقول له إيه علصتك يا عمر مش سمعك مع إن عمر طبيعته تكوينه الشخصي كان إذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع ما بقاش يتسمع له حس ليه أدب مع رسول الله النهاردة نبقى بنتكلم وتقول لحد يصلي على النبي كأنك ما قلتوش على الله ما صلي على سيدنا النبي كل لما نبقى في مجلس ونقول صلوا على النبي يا جماعة كل يسكت اللهم صلي على سيدنا النبي إذا ذكر رسول الله في مجلس يخشأ الجميع لذكر رسول الله ويعلن الجميع الصلاة على رسول الله وبالصلاة على سيدنا النبي نطلع لفاصل ونعود إليكم بعده بمشيئة الله ابقوا معنا أكرمكم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله مشاهدين الأكارم أجددوا لحضراتكم التحية سائلا للمولى تبارك وتعالى أن يرزقنا الأدب معه سبحانه ومع نبيه عليه الصلاة والسلام شفنا مشهد إن أبو بكر وعمر بيتكلموا فصطم ارتفعوا قدام النبي أم بيناقشوا بعض وأستغفر الله ليكون حد متخد نمى بيزعاقوا للنبي ما يقدروش ولا يجرؤوا ولا يعملوها ويكلموا مع بعض إزاي صدقوا يرتفعوا قدام النبي تخيل القرآن ولمة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون لما نزلت الآية دية كان في واحد من الصحابة اسمه ثابت بن قيس ده كان ايه المتحدث الرسمي لرسول الله خطيب سيدنا النبي يا بختو ايه الرجل ده يعني يجي وفد من المفود يجي ناس يقوم يخطب مين ثابت بن قيس ده كان رجل مفوه تكلم حلو زي مين حسان بن ثابت شاعر رسول الله يقول قصائد شعر يمدح فيها سيدنا النبي ويرد على الأعداء اللي بيهجموا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عرفنا مين شاعر رسول الله حسان بن ثابت ثم مين خطيب رسول الله ثابت بن قيس فلما نزت الآية دي طيب هو خطيب النبي لما بيتكلم أكيد بيبقى صوته عالي مش خطيب فأول ما نزت الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحمط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قاعد في بيته ثابت يبكي ويقولنا أنا من أهل النار ومرته وعياله ليه يا أبا كده يقول لهم أنا صوتي كان بيرتفع والنبي موجود طيب يا أبا دا أنت قلت بتخطب لا برضو صوتي كان بيرتفع أنا من أهل النار فالنبي افتقد هذا الرجل بقاله فترة ما شفوش فقال للصحابة يا جماعة فين ثابت بن قيس اطمنوا لي على ثابت بن قيس شفوه فين فراحوا ظروف البيت لو بقى أي قاعد حزين في البيت ما بيخرجش قالوا له يا ثابت سيدنا النبي بيسأل عليكم قال لهم أنا من أهل النار ليه قال الآية نزلت أن اللي بيرفع صوته بس في حضرة النبي بيرفع صوته عملوا هيحبط أنت حبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون عملوا كله ضاعيا فأنا من أهل النار فراحوا الصحابة نقلوا للنبي اللي حصل فقال أخبروه أنه من أهل الجنة لا لا أنت مش من أهل أنت من أهل الجنة قد إيه الصحابة مؤدبين شوف والقرآن يقول إيه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فأربنا ما ينديش النبي باسمه ما ندووش بالاسم المجرد ما نقلوش يا محمد في القرآن كله قال يا آدم وقال يا إبراهيم يا نوح يا موسى يا عيسى يا داود يا زكريا يا يحيا ندى كل نبي باسمه إلا النبي قال له يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المدثل وتيجي تلاقي بعض الناس يقول لك إيه محمد محمد دا سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وشفعنا وتجرصنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ونور ونور ربنا ونور ربنا اللي أرسله إلى الأرض وإحنا شغالين في شهر رمضان ابنقرأ القرآن حتمروا بالآيات دي فيعلمني مثلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا احنا ليه بنصوم رمضان لأنه ربنا علمنا الصيام قال كتب عليكم الصيام وقال لنا فمن شهد منكم الشهر فليا صم تب ليه بنقوم رمضان لأنه النبي علمنا فربنا بيعلمنا وسيدنا النبي بيعلمنا علمنا إيه سيدنا النبي من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بنصلي ترويح رمضان بأمر من الله ولا بهدي رسول الله بهدي رسول الله اللهم أدبنا بأدب رسول الله وزينا بأخلاق رسول الله بارك الله في كل من شهدنا واستمع وتاب وانتفع صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته